هي الأرض التي تسلب وتنهب كل يوم تتعرض إلى اعتداءات يومية تدمر مزروعاتها وتقطع أشجارها وتجرف بآليات احتلال في يوم الأرض الخالد تتجدد الذكرى ويقف أبناء شعبنا رافضين لكل ما يحاك من مؤامرات ومخططات وانتهاكات لأرضهم فمن ميدان باب الزقاق انطلقت المسيرة تنديدا باستهداف الأرض ذكرى يوم الأرض تمر في مفترك صعب منها تعزيز صمود شعبنا بناء على توجهة سيد الرئيس أبو مازن تعزيز العمل الشعبي السلمي ضد هذا الاحتلال واستمرار المواجهة اليومية مع هذا الاحتلال وبنفس الوقت نرسل رسالة لأهلنا في فلسطين 48 وفي كل الشتات هذا الشعب حي هذا الشعب لن يحني لن ترهبوا لا صفقة القرن ولا أي إجراءات أخرى ضده في ذكرى يوم الأرض نعاهد الأرض وأهل الأرض بأن الأرض لنا لا يمكن أن نبدل رام الله بيافة ولا جنين بحيفة ولا غزة في اللد الأرض أرضنا والقدس قدسنا فيها عظم أبائنا وأجدادنا وسننغرس فيها نحن وأبنائنا وخلال المسيرة رفع المشاركون صور أبنائهم الشهداء المحتجزة جثامينهم في مقابر وثلاجات الاحتلال ويصر الاحتلال ومحاكمه على إطالة أمد احتجازهم فالصرخة هنا لأهاليهم وذويهم ستبقى تصدح إلى أن تتحرر جثامين ورفات أبنائهم لكي تحتضنهم الأرض التي رووا بدمائهم ثراها أننا نتضامن مع الأرض التي تنادي وترجو أن تحتضن أبنائها الشهداء المحتجزين في ثلاجات الاحتلال في يوم الأرض الأرض لا تنسى الشهداء بل أنها أيضا مثل أهل الشهداء عائلات الشهداء هي تدعو إلى أن تحتضن هؤلاء الشهداء بأقرب وقت ممكن ولكن الرسالة التي نريد أن نقولها نحن ندوي الشهداء وأنه لا يجب أن ننتظر مناسبة وطنية أو مناسبة سنوية حتى نتفاعل مع قضية الشهداء وفور وصول المسيرة التي دعت إليها لجنة الترسيق الفصائلي إلى المدخل الشمالي لبيت اللحم قضعها جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص المعدني المغلف في مطاط ما أدى إلى إصابة شاب في قدمه وأيضا حاصر الاحتلال عمل الصحفيين في تغطية المسيرة ومنعهم من التصوير أمام البوابة التي تغلق مدخل المدينة الشمالي التاريخي هاني فنون تلفزون فلسطين بيت اللحم